السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي متابعين ومتابعاتي الغاليين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله إني بشارك معاكم التلبيسة الجميلة لحق هذا الإبريق حق الحليب أو حق الشاهي أو اللي تبغون تسوون فيه طبعا أنا هذا مسويه للحليب فكثير من البنات قالوا لي اشتغلي معنا التلبيسة وإن شاء الله هدي فرصة مع أنه في بنات كثير مشتغلينها ما شاء الله وقنواتهم حلوة مثل مونير التومان حتلاقوها مشتغلة نفسه بشكل تاني طبعا نفس التلبيسة بس بشكل تاني مختلف أو بطريقة تانية مختلفة وإن شاء الله أنا بشارك معاكم طريقتي هذه وكمان بخلي لكم رابط الأخت مونير التومان بخلي لكم رابط القناة حلقتها قناة جميلة جدا تجيب كمان دومة يعني تشتغل على الدومة أكثر شي بتلاقون رابطها في صندوق الوصف أو في تعليق متبت نبدأ على بركة الله في حاجة إلى الخيط أنا بشتغل بقطن جولد وإنتم يمديكم تشتغلون بأي خيط متوفر عندكم أهم شي إنه يكون فيه نسبة قطن عشان يجيكم الشغل مرتب وحلو المهب في أي خيط متوفر عندكم وهو بشرط يكون نفس الماركة هذي زائد إني بشتغل أنا بشتغل هذي التلبيسة اللي يعني اللي حنشتغل عليها الورود وكده هشتغلها بهذا اللون فهمتوا الأساس بشتغله بهذا اللون هذي شتغلت بالأبيض هذي المرة بشتغل بهذا اللون هذي تقريبا زي زي الفيروزي أو شي كده هذي اللون ماني عارف أشي أقول لكم مش لون وهذا تمساحي المهم اختاروا اللون اللي يعجبكم والورود طبعا بشتغلها بألوان مختلفة يعني بعدين بشارت معاكم الورود بكيف هشتغلها بألوان مختلفة أهم شي تلبيسة بشتغلها بهذا اللون هل يحتاج خيط ونحتاج مقص نحتاج إبر التنظيف ضروري وسن نارة بشتغل بسن نارة 2.5 يعني هذا الخيط الكوتن جولد تشتغلون به من 2 ل 3 انتم شوفوا معاي شوفوا معاي فين التعليمات حقته او الاشياء اللي نشتغل بيها او السنانير الارقام اللي نشتغل بيها هي هذي عندنا الكروشي من 2 ل 4 مل حتى الاربعة تشتغلون عليه حتى الاربعة بس 4 ترابيجي يعني الشغل راخي مرة 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 انا باشتغل بـ 2.5 خلاص ونبدأ على بركتي اللي اول شي نشيل هذي التلبيسة عشان حنقيس على الابريني دايريكت انا بالنسبالي بالنسبالي انا عارفة عارفة العدد اللي هشتغل عليه لانو شفتوا التلبيسة كيف شكلها شفتوا كيف شكلها من هنا انا حطيت لها وردة على شكل هي الزر ما حبيت تسوي لها زرار بس انتم ماذا حبيتوا تسوي لها زرار سوي لها زرار انا سويت لها الوردة هادي وهي اللي بي بقفل بيها شفتوا شكلها كاف بالنسبة زي ما قلت لكم انا عارف كيف اشتغل لانه الابريق حقي واخدت عارف مقاصه انتم هتشتغل عشان كده بشارك معاكم كيف تقيسون على الابريق حقكم لانه كل واحدة وعندها ابريق حجم مختلف انا بعطيكم بس الطريقة كيف تشتغلون اما العدد عدد الغرز عدد الغرز والتزايد مثلا وين هتتزايدون هادي الاشياء كلها تكون حسب الابريق اللي عندكم حجم الابريق اللي عندكم وشكله فيه شكل زي كده يكون عنده التزايد بس هنا فيه شكل يكون التزايد كتيرا حتى عنده النص يطلع من هنا وعنده النص هنا مدح دح كده فيه ابريق تطلع ساده تطلع ما فيها شوية تزايد من هنا وتطلع طويلة كده يعني انتم انا بعطيكم بس الطريقة وكيف تمشون للخطوات اللي تمشون فيها على كل واحدة حسب الابريق اللي عندها في بيتها ونبدأ على بركة الله ونبدأ على بركة الله بحط الغطة هنا عشان ما ينكسر وأبدأ ان شاء الله أسوي أشوفوا الخطوة الأولى أسوي سلاسل وزي ما قلت لكم السلاسل سنقص محيط هذا الابريق من هنا سنقص المحيط من هنا بما انه البنات أغلبهم سيشتغلون بالسلاسل ونقص قياس بشتغل معكم بالسلاسل ونقيس نبدأ على بركة الله ونسوي السلاسل بدون مقعد لانني بقيس قياس قياس عيني انتم تحطون جمكم ابريقكم كده وتشتغلون عليه شوية شوي هنا عندي سلسلة أتجاوز السلسلة الأولى وأشتغل في الثانية بمشي غرز حشو أول سطر بسويه غرز حشو أول سطر هذا السطر الأول غرزة حشو بدون تزايد بدون أي شيء غرزة حشو بالعدد اللي عندنا نحن نحن نعد لانه نحتاج نعد لما نوصل السطر الخامس نحتاج نعد لانه نجي في النص ونخلي الفراغ حق اليد حق المحل اللي نكب منه من هنا حق الفم اللي نصب منه الحليب هنا أشتغل كلهم غرز حشو وأرجع معه هنا وصلت نهاية هذا السطر الأول بدون تزايد نهائيا في هذا بجي أقلب الشغل وأسوي أول عمود بالطريقة هذه مو سلاسل ما نرتفع بالسلاسل أول عمود فوق أول سلسلة بهذا الطرق كنت شاركت معكم هذه التقنية في فيديو سابق ونمشي عمود بلفة عمود بلفة نعد عشرة وتزايد واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هنا تزايد في السلسلة العشرة تزايد خلاص ونعد كمان واحد نعد ثلاثة ثلاثة العشرة وتزايد كل كل عشرة ثلاثة تزايد عند العشرة نسوي فيها تزايد هذا بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا اللي عندي هذا الابريق بهذا الشكل انتم حيتغير عندكم اذا كان عندكم الطلعة هنا شوية يعني مسطحة ما تزيدون في عشرة كل عشرين تقريبا او كل اه خمس عشان يكون عندكم كمان عدد التزايد فهمتو انا بس وريتكم الطريقة كيف تفتحون بالنسبة للتلبيسات الابريق والبراريد والاشياء هذي ترا كل واحدة باتها مختلف عن التانية عشان كده بنوريكم بس الطريقة كيف تخلون اليد كيف تخلون المفاتح حقة المصب فهمتو وكيف انكم تشتغلون الورود كيف تشتغلون كيف تكون عندكم تلبيسة بهذا الشكل بس اما هو بالنسبة للمقاصات كل واحدة هتشتغل على المقاص اللي عندها فهمتو ما تقدرون ما في قاعدة تابتة يعني ما قدر اعطيكم قاعدة تابتة لتزايد والتناقص لان كل واحدة هتشتغل حسب المقاص اللي عندها او الضر الاول بغرزة الحشوب والثاني واحد اثنين ثلاثة وثلاثة ادوار بغرزة عمود بلفه خلاص هنا مش نسا هو بنعد نعد كم سلسلة عندنا من هنا هنعد هنا كم عمود عندنا ننجي في النص ونخلي مسافة زي كذا نخلي المسافة من هنا ومسافة من هنا عشان يمشي الفراء هذا حق المصب الحليب خلاص انا باعدتهم وارجع معاكم عديتهم هنا عندي ستة ودسعين ستة وتسعين عمود بالفل ستة وتسعين قسمه اثنين قسمه على اثنين تعطينا ستة اه تمانية واربعين تمانية واربعين تمانية واربعين حن يحسب اه تمانية واربعين عمود ونحط الماركر في النص خلاص هنا عندنا 48 هنا لما عديناهم كانت عندنا 96 96 قسمة 2 هنا 48 وهنا 48 خلاص عندنا هنا في النص هنحط الماركر هنا في النص خلاص يعني من هنا 48 من هنا 48 ونجي عند اليد خلاص في النص هنا نجي عند هاد اليد ما هاد هو النص حناخد من هنا 3 عوامين هدي جي هاد هو النص حناخد منها 1-2-3 وناخد من هنا 1-2-3 نحط ماركر هنا نحط ماركر هنا ونبدأ نشتغل خلاص 1-2-3 هنا 3 هنا 3 ونشبك الماركر هنا بحيث لما هنشتغل رحنشتغل فهذا العمود فهمتوا نشتغل 1-2-3 خلين لوها ونشتغل هنا فوق هذا الرابع خلاص بتشوفون كيف هنشتغل في هذه المرحلة هنا بشتغل المصد هنشتغل من هذا الطرف من هنا أربع أسطر كده تبات وبعدين هنبدأ نبناقص هنشتغل أربع أسطر تبات هذا السطر من هنا هذا موضوع من هنا ونبدأ هنا هذا كله يعمل أربع أسطر تبات وأرجع لكم هنشغل على هذا السطر صح هنشغل على هذا السطر هنشغل على السطر الخامس ولكن هنا ونبدأ من هنا من الشغل لكي تشاهدون كيف أشتغل هنا وأجي هنا عند العمود اللي قبل الماركر هنا وأشتغل علينا عمود خلاص وهنا بلد في الشغل هنا بلد في الشغل خلاص هنشغلوا ارتفاع بعمود زي ما وريدكم دائما ارتفاعات هذه خلاص هنا عمود فوق هذا العمود خلاص هنا رجع كمان السطر الثاني بعد اللي هو السطر الثاني هنا عندما السطر الثاني بعد الماركر هل أول هو الثاني بعد الماركر خلاص هنا كمان سطر ثاني ثلاث هنا بلد خلصت ثلاث أسطر واحد اثنين ثلاثة هذا الرابع الرابع اكتشفت انه لازم نبدأ نسوي التناقص تناقص هنا جيت عند الحف حفقة الزيادة هنا خلاص اشتغلنا ثلاثة تبات واحد شفتوا هذا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة تبات هذا هنا بجيو اتناقص عند كل عشرة عند كل عشرة فرس اتناقص تناقص واحد من كل عشرة عمود بلفة رقم عشرة اسوي تناقص هنا تناقص كل عشرة سنقص عمود بلفة كل عشرة سنقص خلاص عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة الاخت لا بعد الاخت شاي هي فتعته من قلب حن انسانة ومخلوقة على الاخ بعد موت ابيه وامه هي اخته واللي يغضب اخته ده انسان غبي الغباء يحكمه يعني يعني يا سلام لو ان اختك صديقة لك لا تنسوا ابدا ان تصروا اخواتهم وتحنوا عليهم فانت مظلتها بالحياة بعد الله وبعد ابيها وامها 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 هنا عندي الغرزة ليه الغرزة خلاص هذا هو تناقص هنا شبته تشوهم بلعين ضح معاكم خلاص الغرزة السطر اللي بعده السطر اللي بعده كمان تناقص بنفس الطريقة كمان تناقص كل عشرة تناقص بعدها هنشتغل تبات بعدها بعد السطر هنشتغل تبات انا زي ما قلت لكم ترى اذا ما تعتمدون انا شاركت معاكم الطريقة بس كيف حنسوي كيف حنسوي هدى الفتحة وكيف حنسوي هدى الفتحة وكيف نطلع في الشغل بس هو بالنسبة للتناقص والتزايد مو قاعدة قاعدة اللي حتى تعتمدونها حتى تعتمدونها حتى تعتمدونها حتى تعتمدونها على حسب مقاس الإبريقة اللي عندكم خلاص انتم تمشون على نفس الخطوات بس كل واحدة وحيكون إبريقها بشكل مختلف اهم شيء انه التناقص التزايد بعد كل عشر غرز بعد كل عشر عوامل عشان تكون عندكم القاعدة تابتة وانتم تروحون على نفس مقاس الإبريق حتى تكون خلاص خلاص بخلص انا لحد هنا الأسطور هادي ولما اجي اجمع اجي اشتغل على هادي اوليكم كيف اشتغل خلاص ولما اجي اربط المساحة اللي هادي اللي هنا اللي عندي هنا على الإبريق لما اجي اشبك هادي لما اجي اشتغل هنا على هادي المساحة برجع معاكم خلصت هنا هادي الجهة بنات شوفوا معنا زي ما قلت لكم فوق الماركور عندنا واحد اثنين ثلاثة تبات ثلاث اسطور تبات وعندنا واحد اثنين تزالب سطرين تزالب وعندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة تبات انا هنا اش سويت الخيط لازم تكون نهايته نرجعه هنا تكون نهايته هنا اذا كان عندكم عبركم صغير مثلا او اكبر من حقي او انتهى لكم السطر حق المقاس هنا انتهى هنا انا عندي هنا جبت الخيط الحد هنا من هنا ورجعت السطر الرابح هنا عشان انزل بيه بمنزلقة او اجي اشتغل ابداء الشغل من هنا اذا انتم كانت نهايته الخيط عندكم هنا انتهى السطر هنا وما ينديكم تزيدوا سطر ثاني تقطعوا الخيط وتنظفوا وترجعوا تشتغلون من هنا ترجعوا تشتغلون مرة ثانية من هنا خلاص سهلة جدا انا الحين انا انتهى عندي السطر هذا في هذه الجهة ايش بسوي بنزل بالخيط حقي منزلقة منزلقة بنزل بالخيط كده بمنزلقة على كل هذه الجهة شفتوا هذه كلها بتجي منزلقة ولا تنسون انني بشتغل عليها هذه المنزلقة هذه محطة الموجودة لان انا بشتغل عليها حينها فبتتغطة حاولوا لا تشدون الخيط لا تشدونه عشان ما يخرب معكم الشغل يكون شوي راخي لان احنا نبغى بس ننزل بها لهذه الجهة الثانية عشان نبتد الشغل في الجهة الثانية اعدموني خلاص انا بشيل هذا المعكر هذا بشيله وكمان هذا اللي في النص بشيله بخلي هذا عشان اعرفني ليه حطلع خلاص اجي هنا كمان منزلقة وكمان هنا منزلقة وهنا منزلقة منزلقة كمان هنا وكمان هنا وهذا الماركرة الحين بشيره وبشتغل فوق هنا منزلقة واعتفاع 3 ثلاثة 1 2 3 هنسوي 3 أسطور تبات والرابع عند ابتدأ التزايد زي هذا الجهة مثل بعض لازم كنت تطابق فهمتو؟ هنسوي 3 أسطور 1 2 3 تبات وسطرين فوقهم وسطرين فوقهم عاودي بالله تناقص هننتناقص 1 2 3 4 4 أسطور فوقهم تبات شوفوا معين بها تخلصت هذه الجهة تخلصت هذه الجهة شوفتو؟ هذه هي جيت هنا على النهاية جات هنا في هذا الحال خلاص بنسوي كده شوفوا معين بنجي هنا ما حلنا نسوي لسلاسل ولا أي شيء دايريكت هنربط بمنزلقة هنا في هذا المحل هنا ونشتغل ونشتغل خلاص ونشتغل ونربط هذي كل هذي مع بعض أنت بتشوفون معاين هنشبخ الحين شوء مع بعض عالي هنا وآجي وهنا هذي هي بداية الحين هنسوي هنا بداية السطر بداية السطر لفوق الشغل اللي هنربط بي بجي هنا في هذي في أول غرزة من السطر من هذا الجهة الثانية وآ سوي وأشد الخير وأسوي منزلقة خلاص وأرتفع ثلاث ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وحاشتغل هذا السطر خلاص هذي العمود أجي هنا أجي هنا واشتغل العمود اللي بعد الثاني وهنا نبدأ الشغل بسطر ثلاث هذا السطر كله سطر ما فيه لا تزايد ولا تناقص هذا اللي هنجمع به القطعة نهاية السطر هنا نهاية هذا صح هنا بجي أسوي عمون بلفة وبهان شفت لا سويت عمون بلفة بعدين بجي أربط هذه الخياط هنا عشان يجي هذا مرتبط مع هذا بالنفس هنا لأنه هنا يستحيل علي لأن نبديد السطر من هنا فيستحيل علي أني أسوي هنا ومزلقة أو شيء أدفل به همتوني يعني عشان كذا أنا بمشي بعوائد من هنا برجع أربط الشغل هذا بالإبارة شوف معاني الشغل أنا أبصلت هنا عشان أسوي السطر الثاني شوف معاني التنفيذ كيف ألبس ها زي كده أنا بعيدة عن القناة زي كده شفت ألبس ها كده هذه نزلت هذه بعد نجمع لها زي ما أخبركم هذا حين ربط من هنا وهذا يعتبر سطر فوق والباس شفت زي كده وهذه هتزير من هنا هتزوي من هنا ربط وهنا لسه بشتغل تقريبا بعد هالسطر هذا بشتغل سطرين عشان يجي أغطى ما أشور عشان أجي فوق الغط هنا بشتغل فوق السطر فوق ما أربط فوق الربط يعني فوق ما جمعنا الشغل هنا بشتغل اشتغلت السطر الأول وهذا السطر الثاني وبشتغل ثلاثة أربع أربع أسطر الرابع بحاول إني أسوي تناقص واحد من هنا في النص من هذا الجهة وتناقص واحد من هذا الجهة خلاص هذا الفيديو بيجي طويل مرة هنا بوقف أنا هذا الفيديو خلاص بجمع هذا هنا بضيف أربع أسطر يعني واحد اثنين ثلاث اثنين فوق الربط أربع أسطر خلاص أربع أسطر وبعدها إن شاء الله بكمل معكم في الجزء الثاني عشان لما يجي الفيديو طويل بوقف الفيديو هنا بوقف هذا الفيديو هنا وارجع أشتغل معكم الجزء الثاني اللي هو هنكمل هذه الأسطر ونسوي الوردات ونخيضهم وخلاص ويكون أنهينا سوي معكم الوردات هذه الورد ونكون خلصنا التنويس حقنا خلاص أتمنى إنكم إذا وصلت حد هنا لا تنسوني من لايكاتكم حبيباتي وأسفة إذا كان الفيديو جا طويل بفتح لكم قوس هنا بالنسبة البنات اللي يكون الفيديو الطويل حق الشرح أنا مو أتعمدها ولا أنا قصدها أني أطول عليكم الفيديو بس إني أحب أني أشرح التفصيل يعني أشرح بالتفصيل المميل عشان ما تحتاج إنك تحتاج إنك الدورين في محل ثاني عن المعلومة اللي أنا نقصت علي ما أحب أنقص أي معلومة وأمشي مع الفيديو شوي شوي حتى أني بعض الأحيان أضطر ما أقطع منه أخاف أني أنقص عليكم معلومة أو تريك يمكنها تفوتكم أو شي ما أبغى هذا الشيء عشان كده أنا أحب الفيديوهات الأجنبية أحب الفيديوهات الأجنبية لأنهم يشرحون بالتفصيل المميل وإحنا سبحان الله لما ألاقي واحدة عربية تشرح كويس أفرح والله العظيم أفرح حتى الفيديو في 40 دقيقة أتابع معها من الأول للآخر بس إني أشوف بعض البنات الله يصلحهم تدخل للفيديو تقولك مع أنه تروح هي نفسها هذه البنت التي ترى عند واحدة عربية تدخل عندها وتلاقيها تشرح وضيق خاطرها أنها طولت عليها الفيديو مع أن هذه البنت تشرح كويس ولما تروح تشوف فيديو ثاني عند واحدة أجنبية تفضل الأجنبية لماذا تقولك أنها تشرح كويس مع أنها لا تفهم لغتها مع أنها لا تفهم لغتها باش تطلق تشوف الفيديو وتقعد في الفيديو أكتر من 40 دقيقة وكلهم الأجنبيات كلهم أنا ما احترامي لهم كلهم يطولون الفيديوات ما تلاقي فيديو أجنبي فيه أقل من 20 دقيقة أبدا ما تلاقي إلا 20 دقيقة وفوق مع ذلك تصبر عليها وتتفرج وتقول أنهم أحسن من العربيات فقط أن العربية لما تطول الفيديو كله يقوم ولا شيء يعجبنا في بعض أنا بالعكس أدلقيت واحدة عربية تشرح كويس ولو الفيديو يكون فيه ساعة أتابع معها من الأول للآخر عشان أفهم ترى الفيديو الطويل تفهمين فيه أكتر من الفيديو القصير اللي أجيب لك خمس دقائب وهي منفوت عليك كم معلومة يعني ما تأخذين منها إلا الشكل وأغلق القوس خلوا لي لايكاتكم وأحبكم في الله وإلى اللقاء إن شاء الله في الجزء الثاني مباشرة بعد هذا الفيديو بنزله خلاص إن شاء الله بعد يومين يكون نازل عندكم إلى اللقاء